انطلقت الآن الجياد في شوطها الخامس في جزئه الثاني على جائزة عبدالله بن شنار الدوسر يرحمه الله حضر واد الذي ندخل الرياض مع الملك عبدالعزي طيب الله وثره هذا الشوط للجياد وفراس الانتاج السعودي عمر الأربع سنوات فاكثر الجياد التي لم تكسب ويقام هذا الشوط على مسافة 1800 متر قيمة نجاح 18000 ريال وبمشاركة كل من دانة جدة المصطفق مطلع شمس سجال الكلفة ملعز أغلب الماء وهبة الباري ركاض طنوب شقر الشمال الساكم تولم البانوش أرسلان ونور الهدى والمؤشر وصدر الآن لهبة الباري في المركز الأول مع متابعة أيضا في هذه الأثناء من أرسلان من الخارج وأيضا للمؤشر من الداخل وأيضا متابعة ركاضة وأيضا الكلف من الخارج يحاول أن يتقدم من بعده كل من مطلع شمس والساكب أيضا ومحاولات الآن لأخذ الصدار من قبل الكلف الآن في المركز الأول يتقدم على هبة الباري في المركز الثاني ومتابعة من الساكب في المركز الثالث مطلع شمس في المركز الرابع ومحاولات أيضا من ركاضة في هذه الأثناء والمنعطة في الأخير بانتجاه خط النهاية الكلف متصدر في المركز الأول متابعة من الساكب في المركز الثاني ركاضة من الخارج الآن تحاول أن تتقدم بالفعل ما شاء الله لا قوة إلا بالله تتصدر ركاضة الآن في المركز الأول بقيادة صالحة الرشيد ركاضة في المركز الأول تبتعد عن بقية الجياد المشاركة في هذا الشوت ركاضة بالفعل تبتعد وتطيل الفرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتحقق المركز الأول في الشوت الخامس في جزيه الثاني ألف مبروك إذن ركاضة أبنة الفحل ركاض